لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لتلبيك إن الحمد والنعمة لك والملء لا شريك لك الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد نواصل معكم أعزائي المشاهدين مع اليوم الرابع من هذه الأيام المباركة مع برنامجكم لبيك نتواصل معكم بعد أن منحنا الله تعالى هذا اليوم الذي يختبرنا فيه وينظر ماذا سنقدم فيه لأنفسنا وهل سيكون اليوم كالأمس أم أننا كلما اقترب اللقاء زاد العمل وزاد الشوق وقلت القطيعة بيننا وبين من سنلقاه قال تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كتحا فملاقيه والسؤال هنا ليس هل ستلقاه أم لا بل السؤال المهم بأي قلب ستلقاه وبأي عمل ستقف بين يديه وعن أي نعمة ستسأل وهل لديك من إجابة تسمع بعدها قرار الملك سبحانه وتعالى قد رضيت عنك وسترت معايبك وها أنا أسترها عليك اليوم خذوا بعبدي إلى الجنة بل زفوه إليها فيا لها من سعادة لا شقاء فيها ويا له من خبر ويا لها من نتيجة ولو أن الموت في لحظتها موجود لمات من الفرح أعزاء المشاهدين إنها أيام الزرع وما قيمة الأعمار إن لم تعمر بالطاعات والقربات أتمنى من الله تعالى أن تكون هذه الأيام شاهدة لنا لا علينا موضوعنا اليوم عن الاستعداد الروحي لأداء فريضة الحج يرافقنا في هذه الرحلة المباركة الشيخ خالد أبو موزة والشيخ عبد الله النعمة حياكم الله أخواري الله يحييك كما رحب زملائي أخوي صباح الكواري من مكة المكرمة وكذلك أخوي أحمد الشمري أخوي صباح يسمعني أو لا يسمعني أسمعك يا مرحبا بك دكتور عبد الرحمن نرحب فيك ونرحب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيعود إلينا بإذن الله تعالى ونرحب في كل أخواننا ومشاهدين قناة الرئيان الفضائية متواصلين معكم في التغطية وإن شاء الله تكون هناك تغطية طيبة أخوي أحمد الشمري السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم يا دكتور حياك وحيا يضيفك الكرام حياك الله يا أحمد ما جديدكم اليوم والله يا دكتور عندنا كل خير بالبداية مسي عليك وعلى ضيفك الكرام مثل ما قلنا وعلى جميع مشاهدينا ومستمعين الكرام بالأمس كان لي موقف أنا طبعا أول مرة أحج اللهم لك الحمد أمس كنا موجدين في برنامج لبيك طلعت من برنامج لبيك وانصدمت بالمنظر اللي شفته دخلت شفت الصحن وشفت ساحة الحرم ممتلئة بحجاج بيت الله الحرام يمكن اليوم اللي طافت كان فيه زحمة لكن ليس لها الدرجة هذه للأمانة منظر سرعيني يجتمعوا من جميع بقاءة أرض تلبية النداء جميعهم جايين لغاية وحدها وليهدف واحد اللهم لك الحمد الله يكتب أجرهم إن شاء الله طبعا نطمنكم مشاهدينا الكرام أمس واليوم جميع حجاج بيت الله الحرام من الحملات الإلكطرية كلهم وصلوا إلى مكة وبعد شوية إن شاء الله مشكورة بعثة الحج الإلكطرية رح تروح بجولة لاستقبالهم وأيضا لشوفون شي اللي في خاطرهم مثل ما عودونا دائما الأيام اللي طافت أمس واللي قبله كان فيه هناك أيضا حملات تفتشية على المناسك على مكان إقامتهم إن شاء الله أثناء أداء فريضتهم للأمانة شكرا لبعدة الحج الإلكطرية وأيضا السلطات السعودية على الاهتمام الجميل يعني أيها الحاج أنت موجود وين ما حطيت عينك على شخص موجود تلقى هذا الشخص مكرس نفسه اليوم فقط لخدمتك أنت أيها الحاج فالأمانة نوصي بشي بسيط فقط ما بيطول عليكم بالنسبة لجميع الحجاج تلقى عندهم بطاقة تعريفية أو شريط يحط عليها لو تركز في الشريط تلقى رقم موجود رقم هذا جدا ضروري خاصة لحج أول مرة رقم هذا إذا ضعت لا سمح الله وطبعا ما نبي نخوفكم لكن نثم تعارفين زحمة حج والكل لابس الأحرام فيها يمكن ما راح تقدر تميز ربعك إلا إذا طبعا كنت منتبه لكن الأكيد إن الإنسان بيندمج بالدعاء أو غيره فعلشان كذا خلي الشريط هذا بينفعك الشريط هذا بشكل كبير لأن لا سمح الله تلمر بسيط جدا تتصل على الرقم هذا أو إذا كان فيه ضغط شبكة مجرد أنك ترسل رسالة على طول يجونك لين المكان اللي أنت فيه حددوا موقعك ويجونك ويوصلونك لين حملتك فالأمور جدا بسيطة ومسهل اللهم لك الحمل بشكل مش طبيعي طبعا مثل ما ذكرنا لكم بعد شوي إن شاء الله الحين عندنا صلاة العصر بعد شوي على طول راح يكون هناك طبعا البعثة الإلكترية كاملة بجميع دوائرها راح تقوم بزيارة للحملات تطمن عليهم وتشوف الشيء في خطرهم وتشوف اللي يناقصهم أيضا معلومة بسيطة أن جميع الوحدات اللي موجودة هنا الخدمية مثل الوحدة الطبية ووحدة الرقابة جميعهم راح يكونون متواجدين مع الحجاج في جميع أداء مناسكهم يعني أثناء الطواف أثناء الساعات وغيرها من الأمور كلهم راح يكونون موجودين معكم مجهزين الطاقم الطبي مجهز بالكامل في هناك جاكيت اختراء جديد الجاكيت هذا مثل سيارة إسعاف حتى الصدمات الكهربائية وغيرها موجودة بالأمس في صلاة الفجر الله يجزهم خير الإخوان شوفوا مدى الحرص الجماعة نحن طبعا طاقم نحن راح نحج إن شاء الله وفي هناك طاقم مثل الصحفيين وغيرها عطونا دورة سريعة بعد صلاة الفجر أثناء يعني بعد صلاة الفجر كان في خطبة بسيطة بعدها عطونا دورة مدتها 15 دقيقة مبدئية لتعليم الإسعافات الأولية لا سامح الله إذا في هناك شخص سواء من البعثة الإكترية أو غيرها من البعثات لا سامح الله صار مع موقف أو شيء ممكن شلون أن نحن نقدر نساعده وخاصة أن نحن بعد مساهمين فعلشان كذا أتمنى من الجميع إن شاء الله أن يتقبل الله منهم تعالى حجاتهم أن يكون حذرين جدا في الشريط والتصريح حتى تسهل أمورهم وإن شاء الله يارب الأمور طيبة ودام البعثة الإكترية ولمكة العربية السعودية متعاونين مع بعض فأمورهم إن شاء الله كلها طيبة هذه كلمتنا ونرجع للإخوان في الستيديو يعطيك العافية أخوي أحمد الشمري من البعثة القطرية يعني زاك الله خير ومشاء الله إيمانياتك مرتفعة بالذات أول مرة للحاجة وأول مرة يرى هذه الأعداد الغفيرة التي جاءت تلبي نداء الله أكبر الله يتقبل مننا ومنكم وكذلك الآن مع أخوي صباح الكواري كذلك نديب قناة الريان هناك أخوي صباح السلام عليكم يا مرحبا ومسهلا الدكتور عبد الرحمن الحرم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نحييك ونحيي ضيوفك الكرام ونحيي كل مشاهدين قناة الريان الفضائية طبعا نحن متواصلين معاكم مشاهدين الكرام في تغطيتنا لموسم الحج من مكة المكرمة أطهر بقاع الأرض ومن أمام الحرم المكي الشريف اليوم مشاهدين الكرام وكل يوم نحرس على إظهار صورة مغايرة عن الجهود التي تكون موجودة في مكة المكرمة اليوم نتحدث عن جمعية مميزة تقدم هدايا مميزة وفريدة من نوعها لكل الحجاج والمعتمرين الذين يأتون إلى أطهر بقاع الأرض مكة المكرمة لأداء فريضة الركن الخامس فريضة الحج اليوم إن شاء الله بندردش عن جمعية هدية الحاج والمعتمر وأيضا بنسلط الضوء على عدد من التقارير لعدها لكم مشاهدين الكرام فريق قناة الريان الفضائية الموجود في مكة المكرمة إضافة إلى ذلك بيكون استكمال للسلسلة التي بدأناها معاكم مشاهدين الكرام من أول يوم في برنامج لبيك نتحدث فيها عن أسرار الحرم المكي الشريف اليوم نتعرف على طريقة جديدة نقول لكم انتظرونا وانتظرو المفاجآت التي يقدمها لكم إن شاء الله موفد قلانة الريان في مكة المكرمة نرجع معك الدكتور عبد الرحمن الحرمي عندك الكلمة يا أبو خالد موفقين إن شاء الله أخوي صباح والله يتقبل منها منكم ونرجع لك بعد عشر دقائق إن شاء الله لنأخذ الجديد والمفاجآت الجميل اللي عودتنا عليها وإن شاء الله اليوم تكون مفاجأة أجمل وأجمل نرجع لضيوفنا شيخ خالد حياك الله أخوي والله يتقبل منكم هذه الأيام مبارك أي عمل بسيط حتى لو بسيط كان الإسلام هو فريضة الحج يريد أن يستعد له إيمانيا يريد أن يستعد له يعني في كل الأمور المالية إلى ما شبه ذلك لكن الجانب الروحاني في استعداده لهذه السفرة العظيمة المباركة بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دائما أقول لأصحابي أن حب مكة في نفوس المسلمين والموحدين هو حب فطري الله مش مكتسب يعني مثل حب الأم أو الأم لأبنائها وحب الأبناء هذا مش مكتسب هذا فطري من دخل الإيمان في قلبه دخلت مكة في قلبه ما فيه لو رأينا قبل أيام كانت أحد الفضائيات أتت بمقابلة مع رجل صيني مسلم أتى على دراجة هوائية لأنه لا يملك قيمة التذكرة لا يملك قيمة مواصلات فهو عنده دراجة هوائية ورجل في الخمسينات من عمره يعني تقريبا أو آخر آخر الأربعينات فعملوا معه لقاء في شوارع مكة لما وصل إلى مكة كان يبكي والدموع تنهمر من عينيه عندما تنظر إلى هذه المشاهد تشعر أن هذه القضية قضية فطرية من أجمل القصص التي قرأتها حقيقة حدثت في القرن الثامن الهجري لأحد ملوك المسلمين اسمه منسى موسى منسى موسى هذا كان أغنى ملوك الأرض في ذلك الوقت وأغنى ملوك المسلمين وكان هو ملك مملكة مالي الإسلامية التي تضم الآن تقريبا أربع دول في غرب أفريقيا مالي والنيجر ونيجيريا وكذا كلها هذه كانت تحت مملكة واحدة تحت عاصمة واحدة سمها كومباكتو الآن هي طبعا مدينة أثرية وتحت رعاية وصاية اليونسكو فيها الكثير من التراث والآثار والمخطوطات هذا الملك كان لغنى كان يملك نصف إنتاج الذهب في ذلك الوقت الآن نحن في دولنا العالم العربي والإسلامي نملك تقريبا أكثر من نصف إنتاج الذهب الأسود هم كان يملكون الذهب الأصبر فهذا كان يملك نصف إنتاج الذهب الأصبر فكان أغنى ملوك الأرض على الإطلاق حدث أنه بالخطأ تسبب في موت أمه أمه ماتت بالخطأ هو متسبب في هذا الخطأ فحزن حزنا شديدا فسأل العلماء والفقهاء ما الذي أفعله كي الله سبحانه وتعالى يرضى ويغفر يرضى ويغفر أنا صد خطأ لكن أنا أشعر أنني أنا مذنب أنني فقط عزمة لدي من ناس وهي الأم فقالوا له وبالمناسبة شيخ خاد أعظم الله أجرك وفاة والدك رحمه الله رحمه الله واجعلها بعل علينا اللهم آمين اللهم رحمه واغفر لها يا رب آمين يا رب العالمين فقالوا له ليس لك إلا الحج فإن الإنسان يعود من الحج كيوم ولدت أمة الله سبحان الله فتجهز وحج معه على حسابه ستون ألف حاج عشرون ألف امرأة وأربعون ألف رجل وأخذ معه مع هذه الحملة الضخمة من الذهب الذي ينتجه ثلاثمائة بعير كلها تحمل الذهب الخالص حمل ثلاثمائة بعير في القافلة هذه فقط لا تحمل إلا الذهب الله فلما دخل مصر وهو جاي من أفريقيا كان طبعا إما أن يذهب الطريق البحري أو يذهب عن طريق سيناء ثم بعد ذلك ينزل جنوبا إلى مكة المكرمة فكانوا يذهبون إلى مصر فدخل إلى مصر فاهتزت القاهرة من هذه القافلة الضخمة العجيبة التي لم يروا مثلها وتغري بردي المؤرخ المصري ذكر هذه القافلة وأن هذا منسى موسى أتى بهذا الذهب وهذه الأموال الطائلة يعني بلغة الأيام هذا الرجل حج وكلفه الحج مليارات من الدولارات يعني أغلى حج في العالم يعني يدخل موسوع الجنس للأرقام القياسية يقول فوزع على الفقراء هو جايب على شاب فقط بالصدقات وبالحاج وكذا لكي يكفر عن خطأه في أنه تسبب في موت أمه بالخطأ يقول تغري بردي فنزلت أسعار الذهب في القاهرة إثنى عشر عاما من كثر الذهب الذي وزع وعطاه للفقراء والمساكين ثم بعد ذلك نزل إلى مكة المكرمة وأيضا في مكة المكرمة لم يترك فقيرا إلا أعطاه يقولون حتى نفذ الذهب الذي لديه خلص الذهب وهو رجل كريم كان فتسلف من كبار التجار الذين كانوا في مكة قال فيك تجار كبار فتسلف منه فأعطوه لأنهم يعرفون هذا الرجل ومن هو أغنى ملوك الأرض في ذلك الوقت فأعطوه فأعطاه أيضا ثم لما رجع أكرم التجار وأعطاهم أضعاف ما أخذ منهم ما أخذ منهم الله أكبر هذه قصة قضية قيمة البيت عند المسلمين الله أكبر شيخ عبد الله الحاج يريد أن يذهب الآن سيشاهد بذة أخو يحمد الشمري الآن يقول لأول مرة أحج ولعل بعض يذهب لأول مرة تكتح العينيه بالبيت العتيق الله أكبر كيف سيكون الشعور بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام نعم فعلا رؤية البيت عبادة كما ورد في بعض الآثار والشعور لا يوصف حقيقة وخاصة للأخوة والأخوات الذين يذهبون لأول مرة الاستعداد الروحي لرؤية الكعبة الاستعداد الروحي لهذه الرحلة القدسية الروحية الإيمانية مطلوب من الحاج قبل الذهاب مثل ما تفضلت الإنسان لو كان في رحلة بسيطة بروح سويعات يستعد استعداد ساعات فما بالك بهذه الرحلة الإيمانية التي وردت فيها الأحاديث التي كما ذكرها الشيخ يعني رحلة العمر نعم رحلة العمر نعم فضل الحج وأنت ترجع يغفر الله سبحانه على ذنوبك وترجع كيومي ولدتك أمك يعني لو استحضرنا هذا الحديث يكفي فضل الحج استحضر مثل هذا الحديث ترجع كيومي ولدتك أمك والفقهاء حين تكلموا وشراح الحديث حين تكلموا عن عن هذه الفضيلة قالوا حتى الكبائر الله سبحانه وتعالى يغفرها لك فالاستحضار النفسي والروحي لرؤية الكعبة والذهاب في هذه الرحية الإيمانية القدسية مطلوب من المسلم أنا أقول للحاج والحاج والأخوة الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى بالذهاب إلى الحاج هذه السنة استحضر مثل هذه المعاني استحضر أنك أنت رايح إلى أفضل البقاء عند الله سبحانه وتعالى استحضر حرمة بيت الله سبحانه وتعالى استحضر عظمة هذه الكعبة عظمة هذه الرحلة استحضر أن هذه البقعة حجها كل الأنبياء الذين بعد إبراهيم كلهم حجوا هذه وأنت تسعى استحضر سعي هاجر عليه السلام وأنت تمشي في هذه الأماكن استحضر أن الأنبياء مروا في هذه الأماكن وأنت تطوف في الكعبة استحضر أن النبي سبحانه وتعالى طاف بهذه الكعبة الصحابة رضي الله عنهم طافوا بهذه الكعبة ناس صالحون مئات بل ملايين طافوا بهذه الكعبة وأنت تأتي بهذه المشاعر استحضر مثل هذه المعاني قبل خروجك استحضر أن أنت تذهب إلى أفضل البقاع إلى أفضل الأماكن هناك تضاعف الحسنات هناك ترتقي الدرجات هناك تضاعف أيضا السيئات فحافظ على نفسك من أن تقع أيضا في الحرام أو في المحظور وفي نفس الوقت حاسب أنك تنمي الأعمال الصالحة من ذكر ودعاء وغيرها وغيرها في هذه الرحلة المباركة شيخ خالد هذه الأجور وهذه الأماكن المقدسة وهذه المناسبات وهذه الأيام كذلك الزمان والمكان كله مبارك هناك من ينشغل بتوافع الأمور كالتصوير هنا وهناك وبكل الأدوات التواصل الاجتماعي الآن ويلتقط صورة هنا ويلتقط صورة هناك وينسى الغاية من وجوده هنا أن يرطب هذا القلب أن تدمع هذه العين أن تسكب هناك العبارات لكن للأسف الشديد ينشغل به مثل هذه الأمور هذه تسكب العبارات قيلت في روية في حديث عندما الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الأسود فبكى ودمعت عيناه ورآه عمر فقال يا عمر هنا تسكب العبارات هنا في هذا البيت قديما قال السلف الصالح حقيقة يعني هذه من إشكاليات المسلمين الآن أكثر إشكالياتنا قديما السلف الصالح قال العوام يقولون قيمة المرء ما يملك أنا عندي جوال أنا عندي كذا أنا كذا وبعض الناس يتفاخر أنه رايح في آي بي وعنده سيارة خاصة وما إلى ذلك ويتميز أن الآخرين بما يملك وقال الخواص العارفين قال قيمة المرء ما يحسن ما الذي تفعله في الحج ترى هو الذي يكتب لك فما تحسنه لذلك عندنا حديث عظيم هو واحد من أعظم الأحاديث حقيقة إن الله كتب الإحسان على كل شيء على كل شيء وأنت تذب إلى الحج حاول أن تحسن في هذا الحج وأنت تضحي حاول أن تحسن في أضحيتك وأنت في حملتك حاول أن تحسن من معك من الناس بعض الحملات تلقي الناس قاعدة تسول في الاقتصاد وفي كذا وفي التجارة وفي هذا مع أنه في زمن مبارك وفي مكان مبارك وفي وقت كل شيء مبارك هناك وكل شيء الأجر فيه مضاعف فأنت الله سبحانه وتعالى قال فاذكروا اسم الله في أيام معلومات العلماء قالوا لماذا قال ذكر الله ذكر اسم الله عز وجل قال لأن الذكر يحسنه كل الناس هذه من بساطة الإسلام وتيسيره مو كل الناس يقدرون يضحون يا أبو خالد نعم يا شيخ مو كل الناس قادر أن يحج نعم مو كل الناس قادرين أنهم يتصدقون نعم أو قادر أن يصوم المرضى ما قادر حتى الصلاة حتى الصلاة لكن الذكر لكن الذكر يستطيعه كل إنسان كل إنسان يستطيعه وإذاك الله سبحانه يطالبك بهذا الذكر ويجعله في مصاف كبار الأعمال وعظيم الأعمال نعم إذاك الأخير شيخ خالد أعزي المشاهدين وصلتوا وياكم إلى فاصل قصير نعود بعد لمواصلة الحديث فاصل ونواصل يا روح هنا صليت وإلى الرحمات أتيت في خير بقاع الأرض في قلب النور مشيت أرأيت سناه الغامر ومنابعه أرأيت أمناء البيت الطاهر عشاق وطهر بيتي أهلا أهلا بكم من جديد ننوه بأننا نستقبل مداخلاتكم على هاشتاق البرنامج أندرسكور لبيك خمسة والآن ننتقل بإذن الله تعالى مباشرة إلى سديهاتنا في مكة المكرمة لنواصل ونرتبط أيضا أيضا نريد مشاعرنا أن تكون أيضا متواصلة مع هذا الحدث وها هو أخو صباح الكواري السلام عليكم ورحمة الله أخو صباح عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا بك الدكتور عبد الرحمن الحرمي الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد متواصلين معكم مشاهدين الكرام وقد بدأ العد التنازلي ليوم عرفة هذا اليوم الأكبر الذي ينتظره العديد من الناس الذين قدموا إلى مكة المكرمة أطهر بقاع الأرض بكل المستويات وكل الأعراق وكل الألوان وكل الأجناس قدموا لأداء فريضة واحدة لهدف واحد وسيقفون على صعيد واحد لهدف واحد ولغاية واحدة بإذن الله اليوم مشاهدين الكرام نحن نسلط الضوء على أحد الجنود المجهولين في مكة المكرمة الذين دائما يساهمون في تسهيل كل الخدمات للحجاج والمعتمرين في مكة المكرمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال بإذن الله اليوم شرفنا الشيخ منصور بن عامر العامر مدير جمعية هدية الحاج والمعتمر يا مرحبا بك أخي منصور شرفنا على شاشة قناة الريان بحياكم الله شكرا أخي صباح أنا أشكركم على الاستطافة وسعيد جدا أن يكون على قناة الريان قطرية وأتمنى أن تكون متابعة منتع الأخوان أوهلنا في قطر إن شاء الله يمكن شيخ منصور جمعية الحاج والمعتمر الخيرية تقوم بجهود جدا كبيرة نحن نشوفها في السنوات الأخيرة من خلال تقدياتنا المتواصلة لجهودكم وتقدياتنا لهذا العام لمجهوداتكم والأمور التي تقدمونها للحجاج والمعتمرين الذين يقدمون إلى بيت الله الحرام نبدأ بشكل عام عن هذه الجمعية نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلى الله عليه وسلم هدية الحاج والمعتمر هي رسالة حب وسلام من أهل بلد أكرمه الله بخدمة ضيوف الرحمن ترحب ضيوف الرحمن وقت نزوله وتثني على ذلك بهدية تصحبه بقدر وسعها وسعتها تعلمه أركان الإسلام وتذكر السنة في مناسكه وجميع شؤونه حتى تودعه وهو على أحسن حال الجمعية تقدم خدماتها من خلال خمس برامج رئيسية تتكلم عن برنامج غذاء الروح تعلق بالمواد الرشادية والتوجيهية وترجمة كسر حجز اللغة وتنسيق الفتح ترجمة ترجمة بين الحجاج وغيرها نتكلم على 425 مترجم من طلاب العلم دارسين في الجامعات ترجمة قد احتاجه في أقصى المملكة يكون بتليفون نتواصل معه ونربطه بالشخص يحتاج الترجم مجرد ما نعرف اللغة حقته فكسر حجز اللغة من هداف الجمعية الرئيسية عندنا ونعمل عليها في مسم الحاج بشكل كبير الحمد لله أخوي مصور ما هي الخدمات التي تقدمها جمعية هدية الحاج والمعتمر لكل الحجاج والمعتمرين الذين يقدمون إلى بيت الله الحرام في مكة المكرم الجمعية صممت برامجها بحيث أنها تشوف احتية الحاج كلها منذ أقدام أرض المملكة حتى يغادرها المراحل اللي يمر فيها أو المناطق اللي يمر فيها ويكون فيه خدمات تقدم وهذا العام الحمد لله وصلت خدمات الجمعية للمنافذ الحدودية منفذ سلوى مع قطر ومنفذ البطحة مع الأمارات والوديعة مع اليمن والرقع مع الكويت والجديدة مع العراق والحديثة وحارة عمار مع الأردن فيضافة طبعا العمل في مطار جدة ومطار المدينة وميناء جدة الإسلامي ونمر طبعا نشتغل في مدن الحجاج وفي مدينة المنورة ومكة المكرمة ومشارة المقدسة والمواقيت الجمعية في كل مرحلة يمر به الحاج في احتجاجات خاصة تقدم برامج لهذا الحاج في المكان اللي يحتاجه وفي الوقت اللي يحتاجه حسب عمره أو جنسه ذكر أو أنثى كبير أو صغير نعم يمكن قبل أن نطلع الهو رويتني صورة وأنا صراحة استغربت من كمية الأشخاص اللي يحضرون إلى جمعية هدية الحاج والمعتمر ورويتني أشخاص جايين من أي بلاد ما اسم البلاد؟ اللي جايين منها أنت يمكن نسيت اسمها ما اسمها؟ سورينام تقريبا سورينام سورينام هذه فوق البرازيل تقريبا فوق البرازيل صحيح والقريب نتكلم عن الأغلاء هولندية كانت مستعمرة هولندية هذه بعلومة جديدة عندنا اليوم يدلك أخوي منصور على عظمة الإسلام أنها منتشر في كل أنحاء الكرة الأرضية ولله الحمد يعني أن يصر الناس من جنوب أمريكا الجنوبية إلى شمالها ومن شرقها إلى غربها إلى البلاد المقدسة اللهم لك هذا فضل من الله عز وجل وأن يسر بعد السبل للحاجة الحمد لله وتحسبها طبعا لحكومة البلاد أنها تتيسر الخدمات في الماضي الحج مع المصطفى صلى الله عليه وسلم كانوا مئة ألف اللهم صلى الله عليه وسلم ويمكن العدد بدأت زايد لكن ما وصلت المسألة للملايين إلا مؤخرا بالثلاثين سنة والثلاثين سنة الماضية الحمد لله شيخ مصور دعنا نتكلم عن الجديد الذي يتقدم جمعية هدية الحاجة والمعتمر في هذه السنة يمكننا كل سنة نسمع عن أشياء جديدة ومميزة لكن الجديد في هذه السنة الجمعية ليس هناك تقصد أن نقرد شيء يريد في كل عام ولكن البحث عن حلول المشكلات قائمة محاولة تهذير بعض الصعاب التي تعترض طريق الحج وعمل الحج في الحج مناسكه العام الماضي اطلقت الجمعية مبادرة اسم الحلاقة في الحج وكان القصد فيها تقديم مبادرات لحل مشاكل الحج الحلاقة في الحج ونجحت الحمد لله نجاح كبير هذا العام قدمنا مبادرتين جديدة الأولى طبعا كانت العمل في المنافذ الحدودية كما استفت قبل قليل وطبعا سيكون أغلى هدية تقدم للقادمين هي مياه زمزم المباركة مشاركة بيننا ومكتب الزمازم الموحد في مكة المكرمة هدية غالية تقدم لضيف الرحمن عند دخوله في المنافذ الحدودية وفي المشاعر المقدسة ويضا ستكون إن شاء الله هدية العيد المعايدة إن شاء الله ستكون الجمعية ومعيد زمزم للناس إضافة للجمعية طبعا عندها عبوة مياه زمزم التي تسلم في المطارات للمغادرين الخمسة التي تلعبوة المعروفة هذا العام تعتبر شي جريد أن يقدم الحجاج بهذه العبوة الصغيرة الجمعية قبل عدة سنوات قدمت مع وزارة المياه والنموذج أكرامكم الله المباول قضاء حاجة البول قائما وتبنتها وزارة المياه نفذل في 400 مبولة بين عرفة ومزدري فمتاحها ليلة العيد من ستة المغرب يوم عرفة حتى صباح يوم العيد هناك ساعة لإستخدام حوالي 900 ألف شخص ما شاء الله تبارك الله عام الماضي أو قبل العام نزلنا تطوير لها للفكرة أكرمكم الله مبولة الطوارئ كيس لقضاء حاجة البول يوضع في الجيب مباشرة وبجرد مجه السائل يتجمد مباشرة وسمينا ضمن برنامج عندنا اسمه تفريج الكرب لأن هذه كربة كبيرة نعم شيخ مواضيع كثيرة وأشياء كثيرة أنت دائما تطرقون لها نحن متواصلين متواصلين معك هذه أنا بجيها لكن أنا بجي المبخرة هذه اللي أنت فاجأتني فيها لكن بعد ما نروح معك ومع مشاهدين الكرام إلى تقرير يحدثكم عن جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية نتابع التقرير ومن ثم نرجع نكمل حبارة نتظر جمعية هدية الحاج والمعتمر هي جمعية خيرية تطوعية متخصصة تقدم خدمات إنسانية تسهل للحاج والمعتمر وزائر أداء مناسكه وتسعى إلى تقديم خدمات متميزة من خلال التطوير وصرعة الاستجابة بكفاءة وفق المعايير العالمية كما تقوم الجمعية بإنتاج وتوزيع المواد التوعوية والإرشادية الموجهة للفجاج والمعتمرين والزوار والعمل على فسر حاجز اللغة لدى الفئة المستفيدة وتذليل الصعوبات التي قد تواجنهم وإيجاد قنوات مناسبة لتوظيف تبرعات ومشاركات أهد الخير الموجهة بتوعية الفجاج والمعتمرين والزوار شهدنا ومشاهدنا كرام معاكم هذا التقرير لتحدث عن جمعية هدية الحاج والمعتمر أخوي منصور دعونا نتكلم عن جانب آخر عن الموظفين اللي يخدمون هؤلاء الحجاج اللي يحضرون إلى مكة المكرمة خدمة الحجاج والمعتمرين شرف كبير وفخر لأي شخص يخدم الحجاج والمعتمرين اللي يجعون إلى أطهر في قاع الأرض ودائما من قولنا الأجر يضاعف ما بالك في أنك أنت تخدم الحجاج والمعتمرين اللي يحضرون إلى هذا المكان كلمتك بهذا الجانب يعني كما تفضلت وتشريف الحمد لله عزواني وفق الله عز وجل تخدم ضيفه يعني ما في أكثر من هذا الأمر أبناء هذا البلد نشأوا وترارعوا على خدمة ضيوف الرحمن وأصبح شيء في دم الإنسان يقدم هذا الخدمة السقايا والرفادة اسم يتردد وتاريخي تجدد كان العرب الجالي يتقاتلون عليه وجال السلام مؤكد على هذا الأمر عندما يعني ترى حاجة الحجاج مثلا عنده مشكلة في اللغة نضايع عن مكان سكنه كبير سن تلقى يعني الشخص يبادل بتقديم الخدمة بل كذا كان هناك مؤسسات تعمل ومن خلال يعني فرق عمل كبيرة جدا تديرها عمل منظم لخدمة ضيوف الرحمن أرى أنه الحمد لله العمل المؤسسي أصبح واضح وأثبت نجاحه أن تعمل مثل هذه الجمعية الله أملك وهي من خلال عدة جمعيات كثيرة تعمل المملكة الحمد لله لكن الجمعية قدمت يعني فس في العمل في المنافذ الحدودية سيارات قاطرات وسيارات تجاوز كيلومترات 19 ألف كيلو متر لخدمة ضيوف الرحمن في كل المنافذ الحدودية وأيضا العمل يستمر في الدخول إلى مكة وفي المرور بالحرام والمرور المشاعر المقدسة موظفي الجمعية هي تم اختيارهم بعناية يعني طبعا إضافة للدورة التدريبية تقدم لهم وما يقرؤون في مسألة العمل نفس وهناك تدريب بالمحاكات جميل كيف يكون هذا التدريب؟ أن يكون العامل من ضمن مجموعة عاملين سبقوا في العمل فتلقى أي أنه يأخذ منهم عارث العمل يتدرب ميدانيا وطبعا يختلف النظري عن العمل الحمد لله جمعية عندها سنويا موظفين الثابتين قرابة 800 موظف وموظفين طبعا هذول اللي بعقود سنوية رسمية غير المتعاونين المتعاونين في المواسم ربما يصل في مواسم الحج هذا أقربة ثلاثة ألاف ألفين وخمسمائة ثلاثة ألاف متعاون وإضافة طلاب الجامعات اللي يقدمون بنفذون برنام برامج حج النيابة أو عمرة النيابة أو المترجمين بالتعاون معهم يعني أعداد كبيرة ونسى الله يتقبل جميل تفاعل الحجاج والمعتمرين اللي موجودين هنا في مكة المكرمة كيف يكون خاصة الأشخاص اللي يمكن أبعيدين كل البعد عن يعني ثقافة الوطن العربي ثقافة الدول العربية والخليج العربي كيف تجدون تفاعلهم مع الأشياء التي تقدمونها في الجمعية يعني ما يلقون عندنا كل واحد يدفع حسابه الحال يعني تستغربون العطاء يعني الحمد لله كرم العربي يعني نعم الله علينا في هذه الجزيرة المباركة يعني بموضوع الإكرام الضيف والطفال الصغار يبدون يرحبون مشاعري يعني جياشة الحاج عندما يعني يأخذ هدية مجانية طبيعي سيشكره وكذا لكن ما هو قياس الأثر عليه ترى الدموع ترى الدعاء ترى الابتسام الفرح بما يحصل من يقول أن الله عزيزي قد اختاركم مصطفاكم لخدمة الحجار عدد من الموظفين يعني يقول لديه فرص وظيفية أخرى بأجر أكبر ولكني حتى أسمع هذه الدعوات من الحجاج أنا أبقى في الجمعية سبحان الله وأعمل بها يعني فإن الله يبارك فيه يرزقه ما والله ينرى البركة الحمد لله يعني الحمد لله سبحان الله يتقبل تعب الشباب الآن في مرابط الآن الشباب مستمري الليل النهار يعملون في عرفة مزدري في تجهيز الحج مجرد الشخص يرتاح ساعة وزعتين سبحانه يرجع بدافع أقوى لإنجاز عمل وكذا يحسب لهم هذه فرصة يشكر الزمل كلهم في الجمعية كلهم في محل يعني منافذ حدودية وفي المدينة وفي مكة وفي المواقيت تتاهم الله خير اليوم مخيم القنفذة في حفل يقام أيضا لاستقبال الحجاج 350 كيلو عن مكة ما شاء الله جهود كبيرة حقيقة وهذا يحسب لمجلس دارة الجمعية الواعد اللي يرأسه الشيخ صارح الطالي إمام الحرم زال الله خير معاونوه ونسأل الله إن شاء الله الحرام قبل ما نختم معاك أخوي منصور ودنا برسالة أو كلمة أخيرة توجهها عبر شاشة قرانة الريان المبخرة المبخرة يعرفنا عن المبخرة صح راحت عليها الجمعية أطلقت هذا العام النموذج هذا اسمه موفر المياه الصحي ممكن ربة البيت أو أي شخص يفك الغطة الحنفية اللي في الحوض عنده ويركب هذا مكانه أشبه ما يكون بالسنسور الحساس العادي كهربائي لكن هذا دون كهرباء يرضم يضغطه أو تحركوا يمين ويسار يصبوا الماء فما في الوقت اللي يبقى طويل الماء منسكب أو ممكن حنفية تكون ملوثة شخص يمسكها نشكر وزارة المياه اللي تبنوا هذا النموذج والآن يقدم في عدة مراحل في المشاعر المقدسة وأيضا في هذا المبنى اللي حنا فيه هو في منطقة الحرم وهناك أيضا مخيم الحج الأخضر بالتعاون مع معهد أبحاث الحج تبنى هذه الفكرة إن شاء الله ونسأل الله نكون أثارها إن شاء الله بعد الحج يعني كما نتوقع إن شاء الله ليقدم منها من اليوم قطعة مجانية أيضا في مكة والمشاكل الله يتقبل منكم إن شاء الله صالح العمال قبل ما نختم مهم أن نشير إلى الجهات اللي يتم التعاون فيها بينكم وبين الجهات الأمنية أو غيرها من الجهات اللي دائما يكون فيها تواصل بينكم وبينهم لخدمة الحجاج بلا شك أن كل العمل في خدمة الحجاج هو عبارة عن منظومة عمل متكاملة بين القطاعات الحكومية والأهلية سواء الأمن أو الأمارة أو السقاية والرفادة أو معهد أبحاث الحج أو شؤون الحرمين أو أمانة العاصمة وزارة الحج وزارة الشؤون الإسلامية عدة قطاعات وطبعا الجمعية تتبع وزارة التنمية العمل والتنمية الاجتماعية كجهة إشرافية ولا أنسى نشير لجهود مشكورة من وزارة المياه ممثلة بشركة المياه الوطنية تتبنت هذه الفكرة ودعمتها بقوة إن شاء الله نسمع إن شاء الله بعد موسم الحج طيب هذا العمل الذي لا شك أنه يصب في رؤية المملكة في موضوع تشهيد المياه ونحن في أرض ليوجد بها مياه وإن شاء الله نكون حققنا الأثر النبغي في عدم الإسراف في الماء إن شاء الله بإذن الله تقومون في جهود مشكورة قبل أن نختم معك أخوي منصور نذهب مع المشاهدين الكرام ونتعرف على سر من أسرار المسجد الحرام وهناك الكثير من الجنود المجهولين اللي يعملون ليل نهار لتنظيف وترتيب وتنظيم الفرش في المسجد النبوي وإيضا غسيل المسجد الحرام اللي موجود في مكة المكرمة اللي أمامنا مباشرة نذهب بالروح نتعرف على طريقة العمل الموجودة ونرجع معكم تظرونا هو ذا التوحيد أزهر في بيت الله مذ أذن في الناس خليل الله كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين هو ذا الطهر تجلى في الحرم الأمين يتهيأ للطائفين للعاكفين والركع السجود هي ذي قلوبهم تغسلت من الأدران وذنوبهم وذنوبهم طهرها عطق المكان لعباد الله ازدان البيت الحرام والقارئ يتلو عند المقام يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد بالفعل جهود كبيرة يقومون فيها كل العمال اللي يشتغلون في المسجد الحرام ونقول لهم جزاكم الله خير ونسأل الله أن يكتب أجركم على كل ما تقومون فيه لتنظيف بيت الله الحرام المسجد الحرام وتخلونا يكون في أجمل صورة لكل الحجاج والمعتمرين اللي يكونون متواجدين في المسجد الحرام طول 24 ساعة طوال السنة الموجودة في النهاية نشكرك الشيخ مصور العامر مدير جمعية حدية الحاج والمعتمر في مكة المكرمة شكرا لك جزاكم الله خير استضافة أشكركم إن شاء الله وأتمنى إن شاء الله لكم حج مقبول وتغطية مميزة إن شاء الله كما عاوتتمونا في كل عام أيضا الله أجر كما يقال أجر وأجره بإذن الله جزاكم الله خير ومشاهدين الكرام من أمام الكعبة المشرفة من أطهر بقاع الأرض مكة المكرمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولي الله الحمد عندك الكلمة يا أبو خالد يعطيك العافية أخوي صباح الكواري والله يتقبل منكم ونشكر كذلك ضيفك والله يتقبل مننا ومنكم شيء خالد يعني أخوي صباح الكواري يومين يعطينا السر من الأسرار يوم في النظافة يوم في الاتصالات يوم في الأمور الفتوى وغيرها. كل هذه الشبكات قاعدة تشتغل. هناك خدمة جبارة تقوم بها السلطات السعودية. صحيح. دعونا أقول لك أعرابي خاصة البدو فيهم فطرة. نعم. حتى في دعائهم وفي كلامهم عندهم أسرار أيضا. فالأعرابي لما يدخل البيت الأتيق يقول يا رب إن الكريم إذا نزل به ضيف أكرمه. الكريم من عادته إذا نزل به ضيف يكرمه. وأنت أكرم الأكرمين. وأنا ضيف. وأنا ضيفك. شكوا فيني. ولذلك الذي يساهم فيها قضية الإكرام والله سبحانه وتعالى يعطيه هذا الدافع ويوفقه الله سبحانه وتعالى. لابد أن من الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى لخدمة بيته. سبحان الله. لخدمة بيتي وضيوفه. شيخ عبد الله لا شك أنه شرف من كلفه الله أو منحه الله هذه المنحة. هي منحة أن يقوم بخدمة هذا البيت الإهرام. أمنية كل إنسان أن يصل إلى تلك الأماكن ليضيف إضافة ولو بسيطة. لكن ما تقوم به السلطات المملكة العربية السعودية مأجورة واضح للعيان. ولا ينكره إلا جاح. صحيح. سبحان الله. هذا مثل ما تفضلت. يعني هو توفيق من الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار. سبحانه. فهذا خيرة من الله سبحانه وتعالى. وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. ليس بفضل الإنسان. ولا بحوله. ولا بقوته. ونحن بدورنا في قطر نشكر حقيقة السلطات السعودية وما يقومون به من خدمة حجاج بيت الله سبحانه وتعالى. وكذلك القيام على هذا البيت العظيم. وهو هذا شرف لكل المسلمين حقيقة. وهذا ما عهدناه من أيام النبي عليه السلام. كانوا يتفاخرون بخدمة بيت الله سبحانه وتعالى. يتمنون القيام بمثل هذه الأشياء. وكما تفضل خالد ذكر كان هناك ملوك من ملوك المسلمين يتعاهدون على خدمة بيت الله سبحانه وتعالى. وكسوة الكعبة. وكذلك إيواء الحجاج. والصرف عن الحجاج وغيرهم. فهذه خدمة حقيقة مباركة. تشكر عليه السلطات القائمة على هذه الأشياء. لأنه شرف. لا أحد لا يريد هذا الشرف. زاك الأخير. شح عبدالله النعمة. إذن عزيزي المشاهدين فاصل قصير. ونعود لمواصلة الحديث مع ضيوفنا داخل الاستيديو. من يخدم حرم هداه سلمت لله يداه. إني ألتمس دعاه. وأنا سند لخطاه. من يخدم حرم هداه. هو مكرم بيت الله. هو عون خليل الله. في شرفي وطهر بيت. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أخواني المشاهدين. يبقى هذا الذكر اليوم كأنه الأنفاس يتجدد. وحتى يكتبنا الله عز وجل من الذاكرين له كثيرا إن شاء الله. الشيخ خالد نحن في أيام هي ليست فضل خاص لأهل عرفة. للحجاج وإنما لعموم المسلمين. فتكلمنا في القسم الأول من البرنامج في انشغال الحاج عن ما أريد له أن يشغل به. لكن عموم المسلمين اليوم لم يكونوا من أهل الحاج. وكذلك انشغلوا بأمور نسأل الله العافية. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. دائما نقول وعلماؤنا يقولون وفقاهنا يقولون. دائما استقبال مواسم الطاعات يبدأ أولا بالتوبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لألكم تفلحون. دائما قضية التوبة في مواسم الطاعات هي المطلوبة. حتى الحاج لما يذهب إلى البيت العتيق يجب أن يذهب بتوبة النصوح. لكي يغفر الله سبحانه وتعالى له الذنوب جميعا. لكن إذا أصر على المعاصي رايح وهو مصر. أبو نواس العاصي الذي كان مشهور بالخمريات. لما ركب مع قافلة بغداد. وبعد أيام لاحت له مكة من بعيد. قالوا خلاص وصلنا. قال لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن. ذنوبه. فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا. فنتوب. يا الله. وهو العاصي. وهو العاصي. وهو المشهور بالخمريات وشعر الخمر وما إلى ذلك. يقول هذا الكلام. عندما رأى الكعبة والنفحات الإيمانية في هذا المكان. ولما طاف بالبيت العتيق. قال أجمل أبيات التوبة والمغفرة. يا رب إن عظمت ذنوب كثرة. فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن. فبمن يلوذ ويستجير المجرم. دعوتك ربي كما أمرت تضرعا. فإن رددت يدي. فمن ذا يرحم. من الذي يرحم. إذا أنت لم ترحم يا رب. فهذه أيام الرحمات. وأيام المغفرة. وأيام التوبة. فيجب الإنسان فعلا وهي موسم قصير. معلومات. أيام معلومات. وفي رمضان قال أيام معدودات. نعم. فهذه الأيام المعلومات الواضحة لنا. يجب أن نستغلها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. أو التوبة والإنابة. نعم. شيخ عبد الله. الآن الدولة بشكل عام يغلب عليها موسم إجازة. والاستعداد للمدارس. وفي الغالب هناك إجازة. هذه الإجازة أيضا هي منحة وهي نعمة. خاصة في مثل هذه الأيام. كيف يجب على أن لا نتكلع من الحجاج. وإنما من يستمع إلينا الآن. وهو في إجازة وهو في فسحة من أمره. كيف يجب أن يستثمر هذه الأيام. بسم الله. تزاكر الله خير. هذا سؤال وجيح حقيقة. نحن كمسلمين مطالبين بأن نحفظ أوقاتنا. ولا شك أن مثل هذه المواسم وهذه الأوقات. هي فرص. يعني إن ضاعت عليك ضاع عمرك. ولن تعود. بل إن من أهم الأمور التي دعت إليها الشريعة. المحافظة على العمل الإنسان في وقته. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. الصحة والفراغ. فأنت الآن يعني كل الأمور تهيئت لك. إجازة جاتك. وقت أفضل أيام العمر. أفضل أيام السنة. الأمن شيخ عبدالله. والأمن. الأمن من أعظم النعم التي نعيشها الآن. صحيح. صحيح. تزاكر الله خير. هذه إضافة طيبة. الأمن الذي يعيشه الإنسان. أنت الآن الحمد لله تدخل المسجد وتذهب وتمشي. حتى لو تركت سيارتك عند المسجد. بمفاتيحها لا يسرقها. في بلدين هم مفقودين يفقدون حتى أبسط عناصر الأمن. هناك بعض البلدين وفي واقعنا يعيشون تحت الحرب. لا يستطيع أن يصلي. لا يستطيع أن يذكر الله. لا يستطيع أن يصوم. لا يستطيع أن يقوم. فهذه فرصة الفراغ. وأنت ستسأل عن هذا الوقت. صحيح. ستسأل عن هذا الوقت. فإما تشغله بطاعة أو تشغله بمعصية. وإن لم تشغله بطاعة أو معصية. ضاع عليك الوقت ستتحسف وتندم عليه يوم القيامة. أكثر ما يندم على الشيء من أهل الجنة. يندمون على أوقاتهم التي ضاعت بدون استغلالها في طاعة الله سبحانه وتعالى. ونحن كمسلمين مطالبون بأن نشغل هذه الأوقات. الأمور متوفرة والخيرية في المكان وفي الزمان وفي الأوقات موجودة. فلماذا نضيع هذه الأعمار؟ والدين حث على استغلال هذه. إذا متى الإنسان يصبر؟ وإذا متى يتريث؟ وإلى متى يسوف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالأعمال سبعا. بادروا بالأعمال سبعا. هل الإنسان ينتظر أن يأتيه الهرم ويكبر السن ولا يستطيع أن يقوم بمثل هذه الأعمال؟ أو ينتظر المرض الذي قد يعجزه عن بعض هذه العبادات؟ أو ينتظر الإنشغال في كثير من الأمور حتى يبتعد عن هذه الأشياء؟ فنحن نقول الإسلام والدين حثنا على استغلال هذه الأوقات. الحمد لله المجال مفتوح. وكما ذكرنا في بداية الحلقة الدين يسر. إن لا تستطيع أن تصوم عليك بالصدقة. لا تستطيع أن تصدق عليك بالصلاة. أكثر من الذكر. أكثر من الدعاء. وحري بالمسلم في مثل هذه الأوقات أن يكثر من الدعاء. لأنها أيام استجابة الدعاء. وهو من أعظم العبادات التي قد يتناسىها الكثير من الناس. الدعاء مهم في حياتك يا أخي. أكثر من الدعاء. الدعاء هو العبادة شيخ؟ الدعاء هو العبادة. جزاك الله خير. الدعاء هو العبادة. وهو قولهم باللسان. واستحضار القلب لهذه الأمور. فهو من أسهل الأشياء التي يقوم بها الغير الحاج والحاج. فأكثر من الدعاء. أكثر من الذكر. أكثر من الصلاة. أكثر من الصدقات. إن تستطيع الصيام. فهذه من الأيام الفاضلة التي يستحف فيها الصيام. هذه أعمال كثيرة للحاج وغير الحاج. يستطيع القيام بها في هذه الأيام المباركة. شيخ خالد. هناك سؤال لعله محوري في زهد البعض عن القيام. في مثل هذه الأعمال. في مثل هذه المواسم. هل هو ضعف إيمان بالغيب؟ لأن الآن الجوائز هاهي أمامه. مجرد ما أن تقدم عمل بسيط يكتب عند الله عظيم. ما أن تعمل حسنة صغيرة جدا. الله يتقبلها بمضاعفات لا تحسب بحسابات الدنيا. صحيح. هل الزهد في هذا له علاقة بالإيمان الكامل بما عند الله عز وجل؟ نتكلم عن قضية المرض الذي يصيب كثير من المسلمين. خاصة في مواسم الطاعات. هذا المرض سماه العلماء الغفلة. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. لهم قلوب لا يفقهون بها. ولهم أعين لا يبصرون بهم. لها آذان لا يسمعون بها. أولئك كالأنعام بل هم أضل. أولئك هم الغافلون. صمام الله عز وجل قضية الغفلة التي تجعل الإنسان يتكاسل عن هذه القضية. ثم لما تكلم ربنا عز وجل قال اعلموا أن الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. أنت عندما تتأمل هذه القضية يقول أن الإنسان اللاهي الغافل. هذه طبيعته قضية اللعب واللهو والزينة. إذا انشغل الإنسان بلعب أو لهو أو زينة أو تفاخر بالأموال أو الأولاد. أصابته الغفلة الكبرى. تجعله بعيدا عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك فيه الآن كثير من الناس يفكر الآن. وين بيسافر وين بيروح وين. في هذه الأيام الفضيلة. بدل ما أنا أستغلها في أنني أرجع إلى الله سبحانه وتعالى. قضية الرجوع إلى الله عز وجل والمغفرة. أني أنا أتوب. ليس قضية صلاة وصيام وزكاة وكذا. يخي الموظف. المو يداوم عدل. نعم. ترى هذا إسم. ذلك الذي يأخذ راتبه وهو لا يؤدي ما عليه من عمل. بصيبة كارثة. هذا كلها سبب تخلف وتراجع هذه الأمة. أنت عندما تريد أن تتوب إلى الله عز وجل. يجب أن تنظر إلى حياتك من كل الجوانب. الذي أهمل أولاده دهرا من الزمان. فلا يعطيهم من وقته. ولا من يربيهم. ولا يعلمهم. هذه مصيبة. كذلك الأم. كذلك الأب. كذلك المسؤول. الذي لا يرى الله عز وجل فيما استرعاه من رأية. كل هذا نريد أن نجعل من الإسلام نظام شامل وكامل. نعود تائبين الله عز وجل من كل هذه الذنوب. فعلا. ليس قضية أنني قصرت في الصلاة أو قصرت في كذا أو قصرت. لا. التخصير صار عندنا الآن في معظم جوانب الحياة. صار عندنا إساءة. ليس إحسان. أسأنا في أعمالنا. أسأنا مع أولادنا. أسأنا مع أزواجنا. أسأنا مع أبائنا وأمهاتنا. أسأنا مع الناس كلهم. نريد أن نعود فعلا أقوياء مرة أخرى. أن نزيل هذه الغفلة. الغفلة لا يمكن أن تزال إلا بذكر الله. الله أكبر. الله أكبر. إلا بذكر الله. من الأمور أيضا. أنا بس من خلال كلام الشيخ. التي قد يقفل عنها الكثير. صلة الأرحم. نعم. وهو أمر عظيم حقيقة. هذه فرصة الآن. أنت كثير من الناس عندها قطع في صلة الرحم. هناك بعض المشاحنات. والبعد عن صلة الرحم. من خلال مثلا ترك الآباء أو الأمهات. أو حتى الأبناء. وعدم الاهتمام في هذا الأمر. وهذا في المستقبل يسبب خلل في المجتمع. فهذه فرصة. صحح علاقتك حتى مع الناس. والدين معاملة. ليس فقط تهتم في العبادات. ثم تترك المعاملات. وخاصة مع الأقرباء. وصلة الرحم. فهذا أيضا جانب. المفروض لا يغفل في مثل هذه الأيام. والحمد لله المقدمين على العيد. والعيد فرصة أن تتآلف القلوب. وتكثر المحبة بين الأقارب. بين الأصدقاء. وبين الآباء والأمهات. والأولاد وغيرهم. شيء خالد نرجع للسؤال المحوري كذلك. هناك من كان يعمل الأعمال. فينظر للحسنة. فينظر للجنة. وينظر للمعصية. فينظر إلى النار. ارتبطت الحسنة بالجنة. وارتبطت السيئة بالنار. فأصبح كأنه يرى النار. بمعنى آخر نريد إيمان. يقبل ما نقول به الآن. إيمان يحرك هذا الإنسان. إيمان مغير لطبيعة الإنسان. إذا كان هذا الإيمان أوصلك إلى هذه المعاصي. إذا هذا الإيمان ضعيف. كيف نقوي الإيمان في مثل هذه الأيام. حتى نقبل ما تفضلتم به الآن. من قضية العودة أو قضية صلاة الأرحام. أو قضية البر أو الإحسان. أو أن ينفق. وهو على يقينها استقع في يد الله. قبل أن تقع في يد هذا السائل. عليه الصلاة والسلام. الله صلى الله عليه وسلم. يعطينا حلول لكثير من المشاكل الموجودة هنا. أنا كان عندي دور في رمضان. كان برنامج اسمه حلول نبوية. نعم. حلول نبوية لكثير من المشاكل الموجودة عندنا. قضية الشيخ علي الطنطاوي. يقول إجعل من فعل الخير لك عادة. الله. والرسول صلى الله عليه وسلم. قبل ألف أربع مئة سنة. لما سئل عن أحب الأعمال إلى الله. قال أدومها وإنقل. ليش؟ الديمومة تزيد الإيمان. نحن أجمع علماء أهل الصلاة والجماعة. على أن الإيمان يزيد وينقص. يزيد بماذا؟ بطاعة. بطاعة وينقص بالمعاصي. نعم. نحن عارفين هذا الشيء. إذن يجب أن نعلم أنفسنا وأن نعلم أولادنا ومن نحب من أقاربنا وأهلنا ومن نعظهم ونخاطبهم. أن نقول استمر دائما في الطاعات. ولا تحكر من المعروف شيئا. شوف أحيانا قد الله سبحانه وتعالى لا يقبل منك صلاة ولا يقبل منك حجا ولا يقبل منك زكاة ولا يقبل منك صياما. لكن قد يقبل منك أنك أزحت حجرا من طريق المسلمين في ذلك اليوم. الله أكبر. زين. وكانت نيتك صادقة. فغفر الله لك ذنوبك بذلك العمل. كما غفر للمرأة المومس. الله أكبر. التي سقت كلبا. وهي مومس. زين. سقت كلبا. كاد أن يهلك من العطش. فغفر الله سبحانه وتعالى لها ذنوبها. وأدخلها الجنة. يجب أن لا نحقر من العمل. من صغار العمال شيئا أبدا. أبدا. ولو شيخ أريدك أن تساعدني في التأمل في قضية النار. صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار. ولو بشق تمر. هذا هو. أنت أحيانا مريت على. صندوق الجمعيات الخيرية. في أي جمعية. في أي مركز تجاري. وفي جيبك ريال. يقول الآن هذا الريال. الذي هو. لا قطة. أنت تصدق. ولكنك تعطيه عشر ريالات. ولكن في جيبك ريال. ضع هذا الريال. قد يكون نجاتك يوم القيامة بهذا. تبدرها من سبق ألف درخان. نعم. الشيخ عبدالله سر استقلال الناس من هذه الأعمال. الآن ما كمان يستمع إلينا. لكن يقول ما عسى هو أن يفعل. الله أكبر. نحن نقول هو. المنظور الديني عندنا في الإسلام. هو إخلاص العمل. لذلك ورد في الأثر. أعمل قليل. أخلص العمل يكفيك القليل. أخلص العمل يكفيك القليل. فالإنسان فعلا. إذا كان صادق النية. مخلص لله سبحانه وتعالى. ولو أتى بعمل يسير. قد يكتب عند الله سبحانه وتعالى عظيم. والشاهد على ذلك. ما كان. يعني يقع في حيات النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ذاك الصحابي الذي أسلم. ودخل المعركة. لم يصلي كثيرا. ولم يصم كثيرا. ولم يتعبد لله سبحانه وتعالى. أسلم ودخل المعركة. وبايع النبي عليه السلام على أن يقتل. كما جاء في الحديث. على أن أرمى بسهم. فأقتل في سبيل الله هنا. فلما مات. قال عنه النبي عليه السلام. قال صدق الله. فصدقه. فالقضية أن الإنسان يصدق مع الله سبحانه وتعالى في عمله. ولو أتى بعمل قليل ويسير. بعض الناس. مثل ما تفضل الشيخ خالد. يحقر العمل. لا تحقر هذا. قد يكون سبب دخولك للجنة. هذا الريال الذي تدفعه. قد يكون سبب دخولك إلى الجنة. ابتسامة في وجه عامل. نعم. ابتسامة في وجه عامل. بالضبط. أو شقة تبرى. أو الحديث. التي تدفعك عن النار. فالإنسان لا يحقر من العمل شيء. ولو كان سهلا ويسيرا. وأيضا يكون هذا العمل خالص لوجه الله سبحانه وتعالى. فكم من عمل صغير عظمته النية. وكم من عمل كبير صغرته النية. على نيتك. أول من تسعر بهم النار يوم القيامة منه. المجاهد. والمتصدق. وقارئ القرآن. مع أنهم أتوا بأعمال عظيمة. إلا أنهم لم يكونوا خالصين في أعمالهم. فنقول أخلص العمل. ولو كان يسيرا. لعله يكتب عند الله سبحانه وتعالى عظيما. ويكون سبب لدخولك الجنة. جزاك الله خير. أخوي شيخ عبد الله. عزيزي المشاهدين. اليوم نختم سلسلة تقاريرنا الخاصة. بعكس استعدادات الحملات الخطرية للحجاجي. حجاج هذا العام. ونقف اليوم مع جهود حملة الحمادي. نتابع معاً. في البداية تم الاختيار الحملة. طبعاً تقديم للجنة الشؤون الحج. بتأسير حملة هذا العام. يتم الاختيار عن طريق الوزارة. بالنسبة للحاج. اللي طبعاً وقد عليه القرعة. وبعد ذلك طبعاً الجهة الموافقة. يتوجه لأي مكتب. يسجل فيه. يحجم على أي حملة. هو يختارها. يتم تسجيل الجوازات عن طريق الحملة. يتم تدخيل المعلومات من الجهاز التابع للمكتب. مباشرة للوزارة. من الوزارة طبعاً لوزارة الحج السعودية. أو الجهة المختصة. ثم استخراج التأشيرات. هذه تقريباً آخر مرحلة. بالنسبة للتسجيل. لله الحمد تم تبجهيز السكن. من المطعم. بالنسبة للمسلّة. جميع الأشياء اللي يحتاج لها الحاج. لله الحمد تم تبجهيزها. طبعاً الحاج. الحمد ننصح نصايح. دائماً النصايحة هذه معروفة. يتجنب الازدحام. سوى كان في مكة المكرمة. أثناء الطواف. المشاعر. يتجنب ضربات الشمس. خاصة لأيام الأجواء حارة. يعني كثر من شرب الماء. ويتبع نصايح. سوى من المقاول أو لجنة شؤون الحج. على أساس أنه ما يتعب. ويؤدي المناسك على أكمل وجه. يتبعيك الله أمريك. يتبعيك الله أشياء الأمريك. حياكم الله أعزائي المشاهدين. نواصل معكم ونذكركم بالتكبير والتهليل في هذه الأيام المباركة. كما ذكروا ما شيخنا قبل قليل. فلعل كلمة الله أكبر الله أكبر تكون هي الفاصل في الميزان يوم القيامة. ويقال لك خذوه إلى الجنة. نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتبة. شيخ خالد منسوب الإيمان كما تفضلت قبل قليل يزيد وينقص. الآن دعنا نتكلم عن درجات الإيمان أو زيادة درجات الإيمان. حتى تبدأ هذه الروح تتلذذ بذكر الله عز وجل. الآن تجد هناك تصحر في هذه الأرواح. يخرج من بيته يستمع إلى الغناء. يستمع إلى نشرات الأخبار. يستمع إلى كل شيء. فإذا سمع القرآن لا أريد أن أقول إيش مأزت نفسه. ولكن ثقلت هذه النفس. ضاقت عليه نفسه. فيبدأ يغير هذه الموجة. لماذا؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على الشرق المرسلين. أعظم بدايات دخول الإيمان إلى القلب. هو أن تتوب إلى الله. لماذا؟ أنت تريد أن تفرح الله سبحانه وتعالى. تريد الله سبحانه وتعالى يفرح بك. توب. لله عز وجل أفرح بتوبة عبده من رجل أخذ زاده. وما زاده في رواية النعمان بن بشير. هذه رواية مسلم. أنس بن مالك. هذه رواية البخاري ومسلم. المشهورة. اللي أخطأ الرجل فقال. اللهم أنت عبدي وأنا ربك. نعم. من شدة الفرح. أعظم درجات الفرح عند الإنسان. هو نجاته من الموت. في الدنيا. وأعظم درجات الفرح عند الإنسان في عالم الآخرة. نجاته من النار. الله سبحانه وتعالى أعظم فرحا بتوبتك من أعظم فرح موجود في الدنيا. اللي هو عندما ينجو الإنسان من الموت. فأنت عندما تتوب إلى الله. ماذا يفعل بك؟ يفرح. ثم إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. تخيل أن تسجلك الكامل من المعاصي والذنوب. يتحول بقدرة الله عز وجل إلى حسنات. هذا ما الذي يفعله في القلوب؟ الله أكبر. ترى التوبة النصوح تجعل القلب يمتلئ إيمانا. ورضا بالله سبحانه وتعالى. لا يوجد أعظم من هذا. ثم بعد ذلك قضية الاستمرارية كما قلنا في قضية الطاعات. وأعظمها على الإطلاق. هو ذكر الله عز وجل. ولذلك يوم عرفة. يوم عرفة. ماذا قال الرسول سيئة؟ ما هو الدعاء؟ أعظم ما يقال في يوم عرفة. لا إله. لا إله. ما في أعظم من هذا؟ ولذلك كان هذا أعظم دعاء في يوم عرفة. أعظم دعاء في يوم عرفة. فسبحان الله قضية الذكر والتوبة النصوح. وفرح الله عز وجل بتوبة عبده وتبديل السيئات إلى حسنات. هي بداية طريق الإيمان العظيم المؤدي إلى جنة عبدها السماوات والأرض. شيخ عبد الله ما الذي يحول بين هذا الإنسان الذي ما زال يتنفس. ما زال يعيش. ما زال يعيش مرحلة الفرصة إنجاز التعبير. ما الذي يمنعه عن التوبة؟ والمكافآت ها هي أمامه. ليست في حديث صحيح أو ضعيف. إنما آية قرآنية صريحة وواضحة المعاني. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ما الذي يحول بينه وبين التوبة؟ وانت تتكلم استحذر حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ذاك الرجل الذي قتل مئة شخص. ما في أعظم من هذا العمل. سأل عن أعلم أهل الأرض. فدل على راهب. أعبد أهل الأرض. أعبد أهل الأرض. فحين طلب التوبة قال له يأسه. فأكمل به المئة. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض. فدل على عالم. فحين ذهب إلى العالم قال. ما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ما في شيء يحول بينك بين الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى غفور ورحيم. بل إنه يفرح بتوبة عبده. بل إن الله سبحانه وتعالى رحمته سبقت غضبه. الله سبحانه وتعالى لم يخلق الإنسان ليعذبه. الله سبحانه وتعالى خلق البشر رحمة بهم. فالإنسان من رحمة الله سبحانه وتعالى أن يرجع الإنسان لله سبحانه وتعالى الإنسان إذا خاف من البشر فر منهم وهرب أما إن خاف من الله فر إلى الله ففروا إلى الله أني لكم نذير ممين فالإنسان لا شك أنه إن أراد الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة أمرها هين وسهل ولا يعني يستكثر ويستكبر هذا الأمر مجرد الصدق في العزيمة سيكون له دافع إلى أن يتوب ويقدم على هذا العمل التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ثم يستغفر الله سبحانه وتعالى ما مضى ثم يقوم بالأعمال التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى وهي أعمال يسيرة يعني كما تفضل الشيخ من أعظم الأعمال الذكر يأتي الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول له يا رسول الله إن شراع الإسلام قد كثرت عليه صلاة وعبادة وصوم ما أقدر وكبر في السن فإيش يقول له النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله فمن أسهل عبادة التي تقوم والحن الآن مطالبون بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى وهو يقربك إلى التوبة وإلى الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى شيخ خالد يعني هناك من الآن يستمع إلينا يشاهدنا الآن يقول أنا أريد أن أتوب لكنني على يقين تام أنني سأعود مرة أخرى لهذه المعصية إذن سأبقى على ما أنا عليه حتى يأتي موسم الحج أو يأتي رمضان فأعلن التوبة هناك لأنني سأعود حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون دائما أتبع السيئة الحسنة تمحها هذه طبيعة الإنسان أصلا أنه يخطئ أنه تغريه الشهوات تغريه الألعاب تغريه الملاهي تغريه تغريه أصحاب أصحاب السوء ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم دائما يعطينا منهج دائما في منهجية في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يقول إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر وإن من الناس ناسا مغاليق للشر مغاليق للخير مفاتيح للشر فطوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر وويل لمن كان مفتاحا للشر مغلاقا للخير. الحديث الذي ذكره مساعة الرجل الذي جاء للرسول قال يا رسول إنك إش رائل قد كثرت علي فدلني على عمل أتشبث به. يعني هو اللي يخليني أنجو يوم القيامة. قال لا يزال لسانك رطبا لذكر الله. قضية الذكر دائما ليش؟ لأن الذكر تزيل الغفلة. لأن الذكر دائما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. أنت عندما تذكر الله عز وجل قلبك يطمئن. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القلوب المطمئنة فطريا تحب الطاعات. القلوب المطمئنة نقول لكل الناس. إذا كان قلبك مطمئنة سوف تحب الصلاة في أوقاتها. وسوف تحب سماع القرآن الكريم. وسوف تحب بر والديك. وتحب الخير للناس. وتحب الصدقة. وتحب الزكاة. وتحب الصيام. وتحب الحج. وتشعر بالسعادة في هذه الأيام. صدقوني. الذي لا يشعر بالسعادة والفرح في هذه الأيام. فليراجع إيمانه. لا فيها. هذه موسم من الله سبحانه. هذه فرصة ذهبية. تخيل الله سبحانه وتعالى يعطيك هذه الفرصة أن تتوب إلى الله أزوجل. والله سبحانه يحب الأعمال الصالحة أكثر من الجهات في سبيل الله في هذه الأيام. صدقتك هذه الأيام ترى غير. صدقتك بعد عشرة أيام جاية. قراءتك للقرآن الكريم الآن ترى غير. صيامك هذه الأيام ترى غير. قبلتك تقبل رأس والدك أو والدتك في هذه الأيام ترى والله غير. عن الأيام التي سوف تأتي بعد ذلك. أو التي قد مضت. لأنها هي أيام معلومات. وسوف تذهب. وسوف يندم كل إنسان أنه لم يعمل ابتسامتك. في هذه الأيام مختلفة. غير. غير مختلفة تماما. تهليلك وتكبيرك في هذه الأيام. تماما يختلف. وهو الذكر المطلق أيضا مختلف. مختلف نعم. فاستغل هذه الأوقات. غير. نعم. سبحان الله. صلاتك في هذه الأيام غير. نعم. شيخ عبد الله في أقل من دقيقة. لماذا يبخل الإنسان على نفسه؟ الله غني عن الصلاة والصيام والحج والكرسي والعرش. غني غناه مطلق. فلماذا يبخل الإنسان على نفسه؟ نقول سبحان الله. هو توفيق من الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أعطاك الفرصة. وأمد لك في العمر. وأمد لك في الطاعة. فلا تبخل على نفسك. الفرص موجودة. والأمور متوفرة وميسرة. فعليك بالإقبال على الله سبحانه وتعالى. بالتوبة والطاعة. والابتعاد عن المعاصي والذنوب. فهذا ما يحتاجه المسلم. وخاصة في هذه الأيام الفاضلة. نعم. ولا نسوف. فلعل شمس الغد ليست لنا. صحيح. قد تكون لغيرنا. سأل الله نقول لكم العافية. أعزائي المشاهدين. وصلت إياكم إلى ختام حلقة اليوم. برنامج لبيك. شكرا لضيوفي. شيخ خالد أبو موزة. وشيخ عبدالل نعمة. وكذلك الشكر لفريق قناة الريان. في مكة المكرمة. حتى نلقاكم. نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يَا مَنْ يَتَقَلَّدُ نُسْكَةِ وَيَجُوبُ النُورَ وَمِسْكَةِ كُنْ دُرِّيَّ الْخَطَوَاتِ كَثِّرْ طُهْرَكَ فِي مَكَّةِ مِنْ أَجْلِي وَطَهِّرْ بَيْتِي لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَتَلَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَةِ وَالنَّعْمَدَةِ لَكَ وَالْمُلْبُ لَا شَرِيْكَ لَكَ تَعُونَ اشتركوا في القناة